اشتركوا في القناة 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 التي تعمقها الدولة المصرية في أبنائها الأهل أيضا يلعب دورة كما عودنا أن يلعب دورة داخل القارة الأفريقية في بطولاته كما عودنا أن يلعب دورة تجاه المسئولية المجتمعية تجاه وطنه أيضا يعودنا أن تكون المفاهيم الجديدة للرياضة كقضية أمن قومي في زيادة السمنة لدى الأبناء أيضا الأهل يفتح النهاردة أكاديميات في كل ربوع الدولة المصرية ليسمح لكل أبناء المجتمع المصري باختلاف أطيافه وانتماءاته ليمارس الرياضة المحببة تحت علامة النادي الأهلي الذي يفخر بأنه إحدى مؤسسات الدولة المصرية دكتور أنا طبعا في البداية كان لازم أبارك لك بفوز فريق الرجال السلة بالبطولة العربية وأيضا يعني عودة من جديد أو لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي النفوز بأزيل بطولة وتأثير النادي الأهلي ليس على النطاق المحلي على النطاق العربية والقرى السمراء وعايزة أختم حدك بالنطاق مهمة جدا شعورك وإحساسك وانت بتشوف الفيلم التسجيلي واعتقد ان هي فكرة أكثر مرة فيلم التسجيلي على الحرب أكتوبر يعني طلع من القلب يعني في الحقيقة احنا كنا فخورين بالفيلم التسجيلي لأنه أيضا بيؤكد القيم المصرية الأصيلة عندما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمه وتقديره لقائد الحرب والسلام الرئيس أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب في فترة عصيبة وقاد عملية النصر وهذا يعني يشير إلى القيم المؤسسة العسكرية التي تشرب بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعطي كل الذي حق حقه أيضا كان محل الفخر في الفيلم التسجيلي أيضا هو أن النادي الأهلي في كل مناسبة وطنية تجد خلف قوات المسلحة المصرية ده في الحقيقة كان واضح في الفيلم مرة أخرى احنا فخورين بهذه الحرب العزيزة على قلوب كل مصري مرة أخرى احنا فخورين بقواتنا المسلحة المصرية مرة أخرى فخورين بقيادتنا السياسية مرة أخرى فخورين بالنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي احنا فخورين بحضراتكم كل التوفيب إن شاء الله دكتور سعد شرفتنا ونورتنا مزيد من التقدم من النجاح هو ده النادي الاهلي شكرا ليكم وتمنياتي بالتوفيق لقناة النادي الاهلي شكرا ليكم عزائي مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان كلام طالع من القلب ومن النادي الاهلي كجزء من هذا الوطن ودور النادي الاهلي المجتمعي طاقت كلام كان طالع من القلب من الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي الاهلي من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو